اقول لحضراتكم بقى صابتها الاهلي والامور ماشية ازاي ومين ممكن يلحق ومين ممكن خلاص او مش ممكن مين اكيد مش هيلحق فتعالا نجي باول لاعب او اخر لاعب اتصاب وهو ترسي تاو اللي الاهلي متعاقد معاه كاسم كبير كلعب مميز جدا وشفنا قدراته في بطولة الدورة عاملة ازاي علشان ننروح كاس العلم بالقوة دي باللعيب ده لكن للأسف برضو سوق الحظ اللاعب جاله مزق في العضلة الامامية خلال مشاركته في مبارات سموحة فبالتالي حيغيب من اربع لخمس اسابيع فبيرسي تاو بره كاس العلم بره كاس العلم لحنطلق يوم خمسة فبراير كمان كم يوم يعني فرسمي كده بيرسي تاو بره والناس كانت بتوعد تقول المسلماني يا عم انت با ما تلعبش الفريل الاساسي ليه اللاعب الاساسية ليه الرجل كان خايف على الاصابات بس الاسف برضو الاصابة جت يعني في كل الاحوال في حالة بيرسي تاو منتخبنا ما وفقش بكرة في مبارات المغرب فانت عندك مين محمد الشناوي محمد الشناوي عنده شد في الخلفية من الممكن من الممكن انه يلحق اول مبارات في كاس العلم في حالة الله لا يقدر خروج منتخبنا يا رب منتخبنا يكسب يا رب بكرة باذن الله واحد احد تمام ده فيما يتعلق محمد الشناوي فالفرص نقدر نقول ايه 60% لحاقه 60% فقط لغير تعالوا بقى عند حمد فتح حمد فتح امبارح نزل في التدريب بتاع منتخبنا الوطني في جزء منه عنده وجهات في العضلة الضمة بنسبة كبيرة حيلحق في حالة لقدر الله خروج منتخبنا الوطني فحمد فتح امبارح نزل 70% ممكن يلحق اكرم توفيق بره صليبي بدر بنون بره مضعفات كورونا حسام حسن عنده شد في السمانة او مزق في السمانة فبالتالي حسام ممكن يلحق بالمناسبة النهاردة حيتحدد والتمرين شغل دلوقتي ما حضراتكم هحاول اجاب لكم الخبر اقول لكم حسام حسن ايه الموقف النهائي بالنسبة له او ممكن يبان النهاردة ممكن يبان بكرة كمان فحنشوف الامور ايه بكرة ماتش الاهلي كده كده بس حدبان برضو يعني موقف حسام حسن لكن ممكن يلحق لعب من ضمن العمل ممكن تلحق صلاح محسن كسر في مشط القدم فبالتالي بره كس العالم محمد محمود شد في الخلفية بنسبة كبيرة بره كس العالم نسب لحقه اقل بكتير من 50% محمود متولي بالمناسبة بقى وده اللي كنت عايز اقوله حضراتكم محمود متولي دلوقتي في قطر بيعمل التأهيل هناك والامور بالنسبة له ماشي بشكل كويس حيطلع من قطر على الامارات على طول مع الاهلي في كس العالم بإذن الله ممكن يكون جاهز بس حتى لو جاهز محمود متولي بقى له كتير ما بلعبش فحيكون بعيد نسبي احمد نبيل كوك مضعفات كورونا بره عمار حمدي يلحق لانه عنده قدمة بس في القدم فبالتالي يلحق بالإضافة طبعا لعودة ديانج موجود تمام وموقف عالي معلوم هنعرفه النهاردة نتمنى له التوفيق مع المنتخب التونسي والثلاث لعيبة للمقصين ايمان اشرف ومحمد شريف والسولية هم اللي مع منتخبنا برضو نتمنى لهم كل التوفيق ده فيما يتعلق بالإصابات واخر التطورات وكل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي في هذه الظروف الصعبة اللي بيواجهها النادي الأهلي في الفترة الحالية